المهرجان ازاي يخدم السوق الموسيقي؟ ويفرق ان احنا هتكون عندنا مهرجانات بحجم مهرجان العالمين تستضيف كل نجوم العالم الحقيقة هو المهرجان لا يقل في التنظيم ولا في الاعدادات عن اي مهرجان تاني بيحصل والاهم من كده والمفروض ده المهرجان ده يستمر مش المفروض ان هو يبقى في شهر الساحل بس يعني او شهرين الساحل المفروض يستمر ويستمر في محافظات تانية ويكون برضو بنفس الكواليتي يعني ما يبقاش الكواليتي بتاعته تقل حفاظا على الامج بتاعت المهرجانات خلاص اللي هتبدأ تقوم في مصر دي حاجة بصراحة فرحتني جدا واصلا بالنسبة للفنان مقابلة الجمهور دي حاجة كبيرة ايه ملامح الجودة اللي انت شفتها في مهرجان العالمين هل انت قصدك استعدادات ستيج كواليس الحفلة بتبقى عاملة ازاي لانه اعتقد ان كل فنان بيبقى عنده طلبات معينة في شكل الاستعدادات بتاعته قبل الحفلات نحاية هي مفيش يعني مفيش اي حاجة طلبات ما كانتش موجودة يعني كل اللي طلبناه مجايش كل اللي طلبناه كان موجود من سواء اي شيء يخص الستيج او يخص التنظيم او يخص الصوت الحاجات التكنيكال كمان كلها موجودة وموجودة بشكل متوفر وموجود ريزيرف كمان لو حصل حاجة لاي حاجة الفر الموسوقية النهاردة راحت في وقت براحتها جدا عملت شيك ساوند وانا جيت من امبارح والاستقبال رائع جدا بجد فيه فرق كبير جدا يعني حاسس بفرق كبير والله اتمنى فعلا ان المهرجانات تستمر يعني ترجمة نانسي قنقر